السؤال اللي بعد كده بيقول ابني مريض وقبل مرضه كان برا واذا اخطأ مع امه في الكلام يعتذر لكن بعد مرضه اصبح يوجه الام ما يغضبها من اهانات اخاف ان يحاسبه الله على ذلك يوم القيامة فماذا افعل طيب انا حس ان انت الام او انت الاب في كلا الحالتين انا شايف ان انتو محتاجين الكلام اوجهه لكم اولا ابننا لو كان مريض والمرض ده كما هو واضح مش مرض زي السكر ولا مرض زي كده لكن مرض ممكن يكون شديد شوية في بعض الاحيين بيبقوا الاباء والامهات مش فاهمين يعني ايه احوال اولادهم زي ايه مثلا ابن ما بقاش ما بقاش صبي لكن بقى شاب فلما بقى شاب ايه اللي حاصل عنده حاجة اسمها الاستقلالية فالاب والام مصرين ان هما يتتبعوا افعاله غلط غلط هو مكلف زي زيكم انتو دلوقتي يعني هو عنده القيم طب هو عيشغل القيم امتى عيحس ان هو صادق مع الله امتى ولذلك ايه اللي حاصل انا في الحياة دي الوقتي هو لازم ان هو يتحمل مسئوليته فافضل ايه اللي حاصل واقف على دماغه هو اصبح مستقل هو مدير لحياته وتفضل الام واقف على دماغه ام صلي ام صلي ام صلي ام صلي لغاية ما ايه يقولها طب انا مش هصلي ليه طيب هو عايز يقولها انا عارف قدير حياتي ازاي يبقى هي وظيفتها معا ان هي اصبحت من ان هي بتدربه على السلوك الى انه بتنصحه لكي يستمر ويداوم على القيم والاخلاق طب وانا مش هتحمل لا لا خلاص ام مكلف ام مكلف مش هتحمل ام الله انا حاسس ان السؤال ده من نفس الجنس ايه ده نعمل ايه في الولد العاصي ده ما احنا جايز اصلا ما قدرناش حاجة مهمة جدا ايه الحاجة المهمة اللي احنا ما قدرنهاش ان فيه حاجة اسمها الاضطرابات النفسية المصاحبة للامراض يعني ده واتيه اللي حاصل هو يعيني عنده المرض الثقيل عليه المرض الثقيل عليه فنعمل ايه فنسعده فعلى انه يتحمل يصبر مش نحسبه على انه هو ابتدى يأثر وابتدى يتغير وما بقاش ابننا فاكرين حديث رسول الله سلم لا تكون عونا للشيطان على اخيك فلا تكون عونا للشيطان على ابنك تقول له على فكرة انت لما مكنتش لما قبل المرض قبل المرض المفروض لنا بيدعمه فيه اقول له والله انت كنت قبل المرض انسان كويس لكن انت دلوقتي مش بار فيحس ان هو ايه ده هو المرض ده خلني طب والمرض ده مش هيزول يبقى انا كده بقيت فاسد طب وخلص يبقى فاسد فاسد فيقول لك ما يغضبك او يقول لزوجتك ما يغضبها الحل هو ايه بقى انت تسألين الحل ايه الحل تلات حاجات اول حاجة الحنية والدعم الحنية والدعم والايه والمؤذرة نحن عليه وندعمه ونؤذره نؤذره في اللي هو فيه ده ساعتها هو هيهدى باله لان اللي حضاكم بتقولوا عليه دي اسمها عصبية الخوف من فوات الايه من فوات الصحة وفوات الحياة يبقى انا محتاج ان انا اعمل ايه احن عليه ومحتاج ان انا ادعمه واأره عشان ايه اللي حاصل يهدأ وكون عونا له على نفسه الامارة بالسوء وعلى شيطان ويكون دوت من ببت وتعاونه على البر والتقو يبقى انا بقى اتعاون معاه على البر والتقو انا ده اللي انا شايفه اما مسألة ان هو وبعدين مقدار فكرة ان هو بقى يعمل الحاجات اللي بتغضبني تم جايز الحاجات اللي بتغضبك ده جاي من عدم تقدير الظرف اللي هو فيه دلوقتي في مرضه يبقى احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نطمئنه ان هو مازال في فضل الله وفي كرم الله ومازال في وسع الله فلما يحصل ده يقدر الحال طبعا حد يجي يقول لي انت ليه ما قلتلوش ان هو يكون بر بقى ابيه وامي بلا شك ان هو يبقى بر بقى ابيه وامي ده قولا واحدا بس هو مين اللي بيسألني دلوقتي انتي او هو ولا الابن انتو هو لو سألني هقول له بر الوالدين ركن من اركان الاخلاق في الحياة اياكو بر الوالدين طب انت ليه ما بتقولوش دلوقتي ما هو شو اللي سألني انت اللي سألني انتو الوالدين اللي سألني فكان المتوجب علي ان انا اقولكم تتعاملوا مع واحد مريض انتو شايفين ان مرضو ده اثر على اخلاقو ولذلك انا شايف ان انتو لابد ان انتو تفعلو ده شكرا